خمسة أيام اختصرت أحداث اتجاهة الموضة العالمية من دبي وذلك خلال أسبوع الموضة في دبي لموسم خريف وشتا 20-24-20-25 في نسخته الثالثة من 4 وحتى 8 فبراير انطلق وقت تتم من حي دبي لتصميم بمشاركة عشرات المصميمين العرب والعالميين كان للكثير من عروض الأزياء قصص إنسانية مؤثرة ونصب الأكبر لصالح المصميمين العرب كعرض المصميمة المغربية ميزون سارة شريبي مع أزياء مستوحامين للأرض وتفاصيلها وحتى تشققاتها أهدت المجموعة لضحايا زلزال المغرب الأليم هذه المجموعة اللي شفتوا بمثابة تكريم لهذه الأرواح اللي كنت ما بغيتاش تدوزها كيف شيء عادي كنت بغيت نعطيها تكريم لأنه يوقعوا أشياء كثيرة بحياتنا وتشبت بالجودور تشبت بالأرض أما المصممة الأمريكية المصرية مريم يحيا فقد هربت بأزياء عالمتها ميسيس كيبا من واقع الأرض إلى أعماق المحيط بمجموعة إنهيل مع أزياء مستوحى من كائناته الساحرة ماذا سأفعل بما تبقى لدي؟ سؤال أجاب عليه مصمم علامة إمرجنسي روم إريك ماثيو بأزياء مستدامة خيطات باستخدام ما تبقى من أقمشة مجموعاته السابقة لفتتنا منها الفساتين السوداء المتصلة ببعضها كان العرض بتعاون مع شركة تكنولوجيا Nothing من القصص الإنسانية التي لفتت الحضور هو عرض مايكل سينكو المستوحى من اليابان فبعيدا عن أزيائه راقية وسحرة اختتم عرضه بظهور جميع أفراد فرق عمله برفقته على ممشى عروض الأزياء أحيانا كانت الموسيقى هي المعبر الأكبر عن الحزن الذي يخيم على المنطقة العربية كعرض أزياء هوماريف بتعاون مع الطالبتين في أكاديمية هوماريف أمينا ناريمان وزارة خودي ولأن الأمل دوما هو الخيار جاء العرض الختامي لديزاينرز أند أس كجلسة لتعافي بالعهودة لطبيعة وبفساتين من ألوان الشاكرات وما بين الافتتاح والختام كان هناك الكثير من العروض بمفاهيم إبداعية جديدة مثل بلست أما مصممة علامة ريبورن زينب الحلوى فذكرتنا من خلال مجموعاتها فينيكس رايز بضرورة نهود مجددا كطائر العنقاء